بينما يحارب العراقيون لاسترجاع تاريخ بلادهم في الإنجازات وتحقيق قصص النجاح في الرياضة والعلم والاقتصاد يستمر مخربون في سرقة أموال البلاد ولدهشة حضور قوي عندما يتداول خبر عن سرقة واختلاص لكنها دهشة تبعث التشاؤم في وجه جهود محاربة الفساد قضية جديدة الفاعل فيها معاونة مدير مصرف الرافدين فرع الخالدية في محافظة الأنبار والجريمة اعتداء جديد على مقدرات البلد رغم مروره في أزمة المالية جريمة اختلاص بعشرة ملايين دولار القضاء العراقي وقف بالمرصاد لسراق البلاد وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية بإصدار حكم حضوري بالسجن خمسة عشر عاما وغرامة قدرها عشرة ملايين دولار بحق معاونة مدير المصرف هيئة النزاهة أوضحت شراء المعاونة حصصا في عقارين بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المفرقة قضيتها نصف العقار بقيمة ستة ملايين وثمانمائة ألف دولار فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة مليون ومائتين وثمانية وأربعين ألف دولار إلا أن القضية فتحت العين على كارثة حقيقية فإذا كانت مجرد معاونة لمدير مصرف تسرق ملايين الدولارات فكيف بمن أمن على مناصب أعلى في البلاد تساؤل يدق به على أبواب المسؤولين بلسان العراقيين لطالما بات الفساد نهج الصغير والكبير ممن لا يريدون للبلاد خير مالها وخير مفيها فإنها إما أن تكون حربا ضروس تعكس ورادة الحكومة في مواجهة مافية الفساد وأطرافه أو أن تستمر قصص النهب والاحتيال والاختلاس يعيث مفتعلوها خرابا ويضربون إنجاز العراقي عرض الحائط اشتركوا في القناة